السلام عليكم ببنات كيف توم على بس عليكم بخير كتمنى تكونوا مزيانين مهم اليوم فيديو جديد في ميركا دونا وقبل ما نبدأ بغيت نشارك معكم مهم بالنسبة لهذه السيوات اللي بقوا مهم ما ماشي بقوا ببنات غير كانوا وصوني اليوم شيد ببنات ورغبوني عليهم بانا نخليه لهم خليه لي خليه لي خليه لي خليه لي خليه لي لارحم الوالدين مهم انا ما كدبش عليكم مين اشتهم بغين ياخدوهم خليتهم كل واحدة شنو جمعت لها مهم كيما كتشوفو بقى وربعا دليالكساوي كينا هادي ديال الحرير كانت تبقى تغيي وحدة في البردي تبارك الله حيت تتباعو وهادو اللي كانوا في اللويل هادي وحدة البنت عادتو شجورت سيما نتو هي يعني خليها لي وغنجين اخدها وغنديها مهم ما صافي ما مادات عشي ما بقى اصلا كتجاو ببنسبة هادي اللي كنت جمعت لها باكيت اديالا بقى سيما ناو عندي محتوط مهم ما جبرتوني فتحتو سيما ناو محتوطة باكيته وقعت لي اغيي خليه لي انا غادي ناخدو وصيف طلب ميساج ميما تعطلت الي اقرات الميساج وما جاوبتنيش المهم حيت حنا يا مي كان نعمل كلمة مع شي واحد خليلي كان خليله وباش تشوفو حيت بزاف ديبنات دخلو ساقصوني عليها دكساوي هادو وقتلو مراه ما بقىوشي وغيدخلو موديلات اخرين اكسترا مهم بدما نطول عليكم بالنسبة للبنات غادي بزاف اللي قلت لكم انا متالا وانتو ما كتشوفو انا راحيتم من الميكا ديالا مقطعتها وحيتم ميكا ديالا راحيتم صيمانه هما في بلاستيك انتو كتشوفو وما كان حتشيرت المهم كما كتشوفو هادو كسيوات اللي بقوا هادو بنات باربعتاشر اورو اللي بغاتهم تاخدهم تدخل عندي الواتساب تكون في رمائي بيديو ديالا تخلصوا وصيفتم لا فهدو هما البياسة اللي بقوا بالنسبة للكساوي مشيكون خونتوز كساوي هاتشي اللي كاين فهما باربعتاشر اورو بالنسبة لهاديك البردي حيث هادك ديال الحرير كتشوفو 22 اورو صافي؟ المهم احاولت انا نورلكم كسيوات اللي بقوا هادو الوينت طبيعي هادو الوينت كيفما في الصورة راه احسن بلاست صورت لكم فيها باش كيبانو كولوريس هي هاتي كيبانو واضحين هادا في القرونة في القرونة وفيه الباش وفيه الشوية المارون صراح هادو اللي اخداها كيشكرها وما كتشوفو راه هادو سيمانه هما في الميكات يعني ميكات وعط حتى عليهم كنت باقيتي صخرين وهاو كما كتشوفو راه ما مشي شي ديك تكميش اللي كتشوفو يعني ما لكانت شيته بك تكميش كرحلتو حالا ونجبتو وقلت نوريه لكم هيدا باش تشوفو صراحة هنشي حاجة مزيونة هنا كنوريكم غير كولور حيث هادو الكولور هادا بيردي اغوا بحال لي كنقولو ماشي الشيبي ولكن هو ما هو بيردي ما هو آسل بالنسبة لبنت لكتو مهتمين فادخلوا عندي الواتطاب خليلكم النمرة تكون فرموا معايا هادو اوفيرتار هادو تبعوا بثمن قل حيث تبقوا غير هاد بياسة هادو فعملو مربعة شهر اورو ما اتلقوش في ثمن يعني فيش بلاسة اخرى صراحة رخاصين بزاف حيث تبقوا هادو هاد بياسة هادو اللي بقوا وهادو بديجا قلت لكم كانوا مبيوعين و لكن انتو معارفين يعني ندم كيوسك على الحاجة و خليلي و خليلي فا ما كيعمش معاك كلما صراحة هادو و مكان عاودش عنا تعامل مع الناس اللي بحال هاد اماي بالنسبة لنا ايا دخلت لكم بلاسة اخرى بش تشوفوا بلاسة كيفش مبدلة هادو رجبتوا من الميكا و قدت لكم مره السيمانه هما مخشيين في البلاستيكة دياله حيث كانوا عندي امتيحانات وهذه ما ادركتشي اناني نرد بالحيث ان هارلي قلصت لحد جبت وشوفت انه ناقص وشنو للحاجات اللي وصلت للمواليها وشنو فهذا صافي لقيت انا بياسة هذي صافي ميساجة للمواليهم ولكن ما كان حتى شي رده صافي المهم ده بغدي مشيو ميركادونا غدي نشارك معكم بعض التخفيضات وكذلك الحاجات اللي جدادين بحال مثلا هاد هاد مكاروني مهم جميعوني بس كيفاش يأكل بها، من الصراحة عقلية كان عدلهم في شنو فمتا في شلادة اللي يأكل بس كيفاش يأكل بس كيما والدوق هنا بالنسبة المايونيز والكيتشوب وفي الميابرات هناك شيء نقص في يوم غير هو كوتشوب بنات في البيناقرة بالنسبة لمايونيسات هذا كم يوم لا يوجد أي شيء في البيناقرة انا اخذ الماركة اخرى تقريبا بحالة تختلف بمادق تختلف بمادق و لكن انا اخذ هذا الزج بالنسبة لكوتشوب و لكن لم تكن شرية و لكن لم تكن دخلة و بالنسبة لهذه الخبيزة و هذا البان روكي كانت تحكي صراحة لم تشاهده حيث هو الخبز اللي يبس و مقطعينه طريفة التيت و استيتوين و عملينه اضافة بولصة ماشي شيء حاجة فكرة ليه فرتت بزاف الخبز و عملينه اورو فكاني عندهم بزاف في حالة بيزان تاحيت و اخر مطيشة و هذا البان روكي لم تكن شرية لأنه طريفة التيت و سين الخبز في حالة لا تأتي بشي باقة تيتو فرتتها في الفرن و بالنسبة له الجديد هو تشامبو ترتامينتو انتيفريز اللي كيحمي من الحرارة و لما الكالور ديال الشعر عمله اربعة اورو ستين و صالح بزاف في الصيفة و ترتامينتو كيعالج الشعر و عندهم صالحة بزاف ديال سباغة ديال انتيكاسبا عندهم بزاف بزاف فهذا على حساب الصيف تعرفوا دائما كيكون الحرارة و كتستخدم بلانشة و كتستخدم في نفس الوقت كتتخرج يعني في قيلة بالنسبة للناس اللي لم يعملوا شي الحجاب و فيها درجة الحرارة وقيلة 230 مو ما كعرفت كي ندون وقيلة نفس الحرارة اللي كتكون في بلانشة ديال الشعر ميتين و ثلاثين عملين الثان كندون هيدا فبنسبة لهذا احتى هو هاد الشامبو هذا ديال ديال الشعر اللي كيكون مسبوخ خصوصا اللي كيكون فيه شنو اسميتو ديال سيلفر اللي كيكون سيلفر بحل الشي بمهم بيات كيكون بحل غري مشي ضروري كيكون بحل غري ولكن كيكون مسبوخ بالنسبة لهذا اللي كنت هدرت لكم على قبل هذا ديال الثاني تدريسينه خاص بالشفر حيث كانوا بناتك يستعملو الزيت عادي ديال الخرواع للشفرين فهذا خاص بالشفرين باش ميرزيلكم شي اخر لعيني ديالكم حيث حيث مشي مزيان بالنسبة لهناي الجديد تشيكلي هو انا مشيته تسولوني على ديك تشيكلي اللي كي ينقص الوزن اللي كانوا خرجوه مرة اخرى فمشيته وما لقيته شي لقيت غيادة ديالانيرجي كنت هدرت لكم عليه كي يعطي الطاقة مهم كنت مضغوط معك في السك بالنسبة لهناي واحد الاخت كتتتتني على كريمة سولار واتجربت يومي وكانت معايا فقلت له احسن حاجة انك تاخد مهم انا بالنسبة له فرق انا استعملتم انا عجبتني ديالمركاد وانا مقدر بشي عليكم انا في الوجه يعني كان عمنا في الدار براس عجبتني كترتب الوجه بززف ورخيصة مهم انا اختيت كبيرها بعقر وخمسين كنت كان شرحت اللي غالية لا يوجد فرق اللي غالية كبير بززف هنا يدخل انتماء نقصين فيه كل واحد هده بجوجه اره 25 واخره اره 25 كما كتشوفوا مهم كما كتختاروا اللي اللي نسبكم بالنسبة لها التشيكلي هده ديال فيتامينا بي دي هذا فيه فيتامينا بي دي بحل الباستيات اللي كنشربو ديال فيتامينا بي دي اللي كيتخرجه لكي تطبيب فهده على فرماتو تشيكلي صراحة معمري ما شتوب يعني يمكن في فارماسي يكون كاين ولكن مركادونا بدأت تختارع شي حويش فاشكلوا قلت لكم انا جيتش ديال انقص الوزن ديال الهدم ولكن ما لقيتوش ما عرفش وين لا لقيتوه واش باقي ولا ما بقاشي ما عرفش صراحة واش حيدوه قطعوه او لا انا ملقيتوش هنا ايه مهمة دي مركادونا كبير يعني ماشي مركادونا جت في السنترو ولا مركادونا جت في الخارجة وبقاش جديد يعني فيها بزاف ديال برودوكتو اسمك القاومشي بلاس اخرى قاومه هنا و لكن ما جبرتش ديال 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 كيماغراسة وقيلة اسميتو ولا تشيكلي صراحة مقيتش عقلة اسمية ديالو لكنه بحال هيدا وفي الزرق ومصورها في حمي عيدا مهم بنات اللي جبرتوه او لا يعني صادفته ولا شريته فخلي وليه في كومنتيرات باش هيدا استفدوه مع بعضتتنا وبعد المرة تكتبوش حاجه في كومنتيرات احنا انا بيدي كنستفد منها وبعد بنات كيستفدو من من تعاليق ولا شي حاجه احنا مجربنا اشيوات وما جربتوه مهم بحال هيدا ايه صراحة مزيان وهنا هي كنصلنا نهاية الفيديو اتمنى الفيديو كنستفدو معي انا بغيت نصور لكم ان شاء الله اشيوات تصيبها في التعاليق بناتلق كنو خصوم بريمارك ان شاء الله ان شاء الله اذا بمشين بريمارك غير يخصني هاد الايامات كتعرفو مدراسة مدراسة ديالي انا وولاد وولادي بزاف ديال الحاجه عنا متيحانات فمينسال ان شاء الله غادي نمشي اذا اشيبكم فيديو خليوا لي اللايك واكيد بارتاجوا تعاليق ديالكم وتن فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة